مدينة السلام القاهرة مدرسة حكومية لا تتعدى 200 جنيه التخصص الصيانة كهربائية تم إنشاء المدرسة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكل من شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية للتجارة والصنعة مدة الدراسة 3 سنين المدرسة تقبل 100 طالب كل عام بيتدرب الطلاب شهر كل سنة في شركة شنايدر بيحصل الطلاب على مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب العملي تشترط المدرسة اجتياز اختبار تحريري في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بيحصل الخريج على شهادة فني مبتدئ سيانة كهربائية معتمدة من وزارة التربية والتعليم ومعتمدة أيضا دوليا من فرنسا الشهادة بتأهل الطالب للتقديم في كليات التكنولوجيا التطبيقية الجديدة والمدرسة ما فيهاش قسم دخلي شروط التقديم يفضل أن يكون الطالب من أبناء محافظة القاهرة وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية في نفس السنة يعني في السنة السابقة مباشرة للتقديم وقال لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 18 سنة وأنه يكون لائق طبيا يعني يكتاز الكشف الطبي وأنه يكون مصر الجنسية ويكتاز اختبار القدرات اللي هو الامتحان التحريري والمعابلة الشخصية التي توقع بالمدرسة المستندات المطلبة للتقديم صورة استمرت النجاح للشهادة الإعدادية وبين نجاح معتمد من الإدارات التعليمية التابعة لها وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي واثنين صورة شخصية حديثة للطالب وطلب التحاكم بالمدرسة وصورة بطاقة ولاية الأمر وحافظة مستندات تبقى للتنسيق القبول العام الدراسي 2020-2021 كان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هو 240 درجة وطبعا ده ممكن يختلف من سنة للتانية حسب التنسيق بتاع كل سنة لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو تحب تعرف مصاريف مدرسة القاهرة والإسكندرية وكل أخبار التعليم اشترك في القناة